سي طلع هون مع الكاميرا اه اطلع هون اي نعم سي مقابلة بالعربي بس البداية في العربي بالعربي يا حبيبي لخبوتة معكم البروفيسور بس هات البروفيسور مو متل البروفيسور الي تعودت عليه احلى منه بشوي يا شباب بالله حطلنا هاللقطة باختارها اليوم حنحكي عن جاري جاري الله يجيركم من جاري من الاخر جاري مزعج من كتر الازعاج الاسطح عندي بتهتز والاكزازات هاي بتسبب حركة في الاشياء حتى مسلسلي اللي مثلت فيه من انتاج اي شي بست ما عم قادر شوفه هدوء ما بتخيله كمية الازعاج وأنواعه كل أنواع الأصوات ماشي صريخ ايه بكل عم ابيع الباك اذا عرفت العم شو اللعب تكسير تطبيش تطبيش درل تطبيش قنص للإرقام القياسية بيستاهلها جاري بأكتر جار مزعج بالحياء طفح الكيل عندي وقررت اني رد اللوله وجزء بسيط من الاسعاش بس ما كان عندي غير خيار واحد عصاية الممسحة بصفت اني عايش بالدرجة الادنى فما عم بقدر اسحج اللي فوق الخيارات محدودة لحد ما اجي يوم وخطر لي خطة سميتها خطة الناطور ناطور البنائي هو شخص رغم بساطة شغله لانه عنده سلطة مالا موجودة عند اي حدث بكل البنائي هاي السلطة ممكن تكون لصالحك تخيل معي ما عندك وزير بالشطرنش بسيطة جندي رغم بساطة اذا وصل عن ساحة العدو هتقدر ترجع الوزير لصفك تخيل معي هالجندي عشر ليرات وصلها على جيبة الناطور والسلطة هي اتصلك وهذا بالضبط اللي انا عملته وصلتنا السلطة اتصلك هذا ما عندك نسكت له اتصلك لحظة بان ما تفصل الخط الاسبالي دام باب بيت ابو محمود عامل حالك ما بتعرف صح بس انا بعرف بكل بساطة اعطت عشر ليرات للناطور البناية واعطاني وصول لكاميرات المراقبة عندك ابو محمد الناتور ما غيره والله عرفان اخص بس وشفتك انك انت اللي عم تحط الاسبالي قدام باب بيت ابو محمود كذب ما عندك شي مسكته من اليد اللي بتجعه خلال ال 24 ساعة جاية اذا بسمع همسة ابره اعتبر الفيديوهات صاروا عند ابو محمود وانت بتعرف كتير منيح شو يعني ولاد ابو محمود اذا عرفوا انك انت اللي عم تحط الاسبالي هونيك وقد اعتروا من انذر يا احوينة شبابي ومن بعدها الاسعاج راح للأبد لان الجاري المزعج دقل اعتقد الدول الجيران الاجتاد بس سما بها بوش السيستم بس انا بعرف كيف علموه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة